طيب يلا نلعب بقى? نلعب. ماشي. بص بقى قواعد اللعبة. ماشي. انا هسألك السؤال ما تفكرش. يعني اول اجابة حقيقية تيجي في بالك والهالي. ماشي كده? ماشي. بس ما افكر يعني. خالص هي تك تك على طول. هي دي اللعبة. انت اصلا قبل ما تروحش زمالك كنت زمالكاوي? وانا اصغار كنت اهلاوي. وقلت اهفكم انت زمالك. والله? اه. انا ما سمعت هايش بس اهلاوي. لحد ما رحت الزمالكا? لأ قبل ما روح بشوية بدأت اكبر بقى بدأت العفرقاءة في المقاولين. اه. خلاص بقى ليش ولا اهل ولا زمالك. انا محترف في المقاولين ودي اه. بس في مجال الزمالك انا حابيت اروح الزمالك. حيلو. وبعد ما سيبت الزمالك انا ممكن بيسأل مزايا اللعبة التانية. وبالعب في الزمالك بقعد بيست شرط. وهو ما بيمشي. لأ انا مشيت من نهاية الزمالك. بقى لي توتاشر بعطشرة سنة اهو اه. اه. انا. اه. اه. انا بعش حاجة زمالك لحد دقاتي. والله. خلاص بقيت زمالكاوي. النبس في ايدي على علامة الزمالك. اه. انا انت خلاص بقيت زمالكاوي قلبا وقلبا. اكتر ما كمان ما كنت بلعب. اللي خلاك تقريب القلبة دي من ان الاهلاوي وانت صغير ده معانا ان انت اصلا في بيت اهلاوي. لا والدي زمالكاوي. بقى. اه. اه. انا في تعافة الواحد هو صغير. اه. شوية اهل وشوية زمالكاوي بصراحة يعني. ماشي. يعني من عند ابني بقى بدأ اهلاوي. اه. دلوقتي يقلبون زمالكاوي. فانا ببطل صغير زي زي اي ولد صغير. ماشي. شوية اهلاوي شوية زمالكاوي. اللي بيكسب بتبقى اه ميله. لكن بدأت تقبط ده تلعب في الاولين وكام ده بدأت تبقى زمالكاوي. ماشي. ايه لان بطلت كورا انت لسه زمالكاوي. اه. 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 كل الناس اللي معايا. ده بسبب انك لعبت في الزمالك بس. اه بسبب اللعبت في زمالك. حتى لو مشيت من الزمالك حتى لما طورتش حتى لو اي حاجة. مشيت من زمالك وتجاهدت لك انا اهلاوية. اه. انا كل زمالي معايا في المقولين وصحابي عارفين انا دب نوت زمالك. انت عادي نلعيب اهلاوي يلعب في الزمالك او زمالك او زمالكو يلعب في الاهلي. عادي. عادي. ما بيحصلوش اي حاجة. خالص. اصد ده شغلي. اه. انا لما يكون زمالكاوي بالعب في الاهلي انا عايز اكسب. ماشي. لما يكون اهلاوي يعني ده شغلي. وانا مش هبقى هنا وعادي في اله تخسر. انده احتراف يا جماعة. احنا شوف نحسن حسن انا جيل زمالكو الهلاوي وبريحة صعيد. وفي لعيبة في الاهلي زمالكوية. عادي. وفي الزمالك اهوية بكل حد. عشان اللي يقول لك لا انا ما قلتش زمالكو بنوع الاهلي. لا لا صح. في لعيبة كزمالكوية. واهلهم زمالكوية وعارفهم. اه. وقال زمالكوية جامدين كمان في الاهلي. والعكس. دلوقتي ولا اصدق وانت بلعب? لا. وانا بلعب ايامنا. مين? قول لي مين? ده من غير بها مع انا. واصلا اياما عايب? بس هو بعد كده طلع اهلا لما كنتش زمالكوية. ما هنبقول لك بقى اسمهم بعد كده ما نجع بعد كده دي. ماشي. ما اقربة في الزمالك اخي زمالكوية ورجع بعد كده. كان بيبوصل تشيرته بيشم لجمولة بيشم مع جمولة. وما راح الاهلي لوقتي بيبوصل تشيرته. وبريم سعيد بعد ماشي من الزمالك اعاد كم سنة زمالكوية. اه. ودوقتي قال لك انا اهلي اوي. اه. اه. لا تعليق. لكن انا عن نفسي ما همشي ومها ببطل زمالكوية قلبا وقالبا. انتشرت ليك صورة وانت لابس تشيرت الزمالك وراكب ميكروباص. عملت قلبان وقتها يعني. ايه الحكاية? واتقال كلام الصح. اه. قول لي بقى الصح. اتقال لك ان نال زمالك راح اه مباراة بالمكروباص. اه. ونال زمالك مش عاد احنا بيخسوش تشيرتات ساعتها قالوا كده. قالوا كلام كتير. عمرنا ما روحنا مباراة بالمكروباص. عشان برضو الصورة دي انا ما بعثتلي وشفتها وانا اتأكدت من كده. انا ما بعثتلي انا عارف في الصورة دي فين. مم. بس اتأكدت لما لقيت واحد زميلي برضو بصدي بقيتلي الصورة بنفس التشيرت. الصورة دي احنا كنا في معسكر في بورج العرب في افريكانو. او. افريكانو دي كان لست اول فينة طوحي نال زمالك. حي. تعالف هناك عرب كلهم. او. والفندق والملعب الفندق بعيد عن الملعب بحوالي اتنين كيلو كيلو مصف. او. فالباص بتاع الفينة ما بيموتش معنا. او. صافي اسكنديا خلاص بيمشي. او بماك العشرة او. مم. صح. فكنا بالروح الملعب في مقربزات مقربزين تبع الفندق بتوقع الفندق. بتوقع الفندق بيقدوك الملعب. بتوقع الفندق وانا حتى حتى شوف اللي بصيت على السواء اللي كان عطاك اللبس جنبية. ان كلهم عرب. او. عربوية. عربوية كلهم. لكن الناس زمالك عمره وحياته. انا لعبت نزاك تات سنين عمر روحت مطش بمقربز خانص. عبد الحليم علي زقك في مطش الصفاقص على الحكم. فانت اللي خدت الكارت اللاحمر. انا كنا ملعب في الصفاقص بطولة عربية. وكنا مباراة صعبة جدا ومهمة وكنا تعالين واحد واحد. والحكم كان جاي عنا في كرة كده ما حسبش وفات لعملنا عليه كلنا. قلت نويا فهي دعب حليم جزء انا من بره الحكم من كارت حم. والطرات. والحمد الله ربنا كرمني لماشي تكسرين متى اتا واحد. عبد الحليم اقال لك ايه بعد كده? عادي اه. عادي اه. عادي اه. هو ما اصوتش. ايه عادي اه. هو جاي بيجري فهم الدفاعه. اه. بحركة القرية. ازق كده لانا دخلت على الحكم في الحكم رحمة دين. ات خانقت مع مدربك جمال عبد الله. وخناقة كبيرة. مش خناقة هو كان سوق تفاهم يعني. مش مشكلة وتقفت بسببه. اه. احنا كنا رحين كان الجهاز بتاع مسلا دراكوسلاف. اه. كان كابتن جمال عبد الله. كابتن نشام ياكن. كابتن عاد المقامول اللي ارحمه برميس وكان مدير الكورة. ماشي. فكنا احنا في اجتماع مع الجهاز كله واللعيبة ودراكوسلاف وكل الجهاز كنا رحين نلعب الاسماعيلي في اسماعيلية. اه بعد الاسماعيلي هنعسكر هناك عشان رجعين نلعب نادل اهل هنا. اه. فحصل حاجة مش حاجة كان في ايه وراجل دراكوسلاف بيتكلم. فليت الكابتن جمال برضو مش بيهدي. اه. يعني مش بيهدي. فالطولة كابتن جمال انت بدلا ما تهدي الدنيا. ما تسكنش الدنيا انت بنتهدي. اه. فسيخ وزعها وصوته عائلي. فالطولة يطلع بره. بره الاجتماع. اه. يطلع بره. اه. الطولة اطلع بره في بره بزمطيك خالص. هتمشي خالص. اه. وفيها انت لقعت بره وبتاع. ولا انصفك مرتضى منصور في الخناني. اه انا رحت الدكتور كمال تاني يوم كان هو رئيس النادي. اه. ومستشار مرتضى كان نابر. رحت الدكتور كمالات هو رئيس النادي. اه. ان انا ما عافش حاجة عن الموضوع وما جايش. اه. رحت مستشار قابلته. اه. طولة مستشار ده هتحصل كزا كزا كزا. قال لي سامح السباك منهم. ده جزة همشي بعد ما رشي. اه. فعلا مشي بعد ما رشي. اه. اتوقفت اسبوعين. ماشي. وروحت كان الكابتن ابراهيم قال لي يا سامح عشان قاطري تعالى وصارحك عالكابتن جمال ومشي عاف ايه وخش سلم عليه واتن عشان ديك تنزل تمنه كده. مم. فطول حاضر يا كابتن ابراهيم اللي انت عايزه ماشي. رحت اسلم عالكابتن جمال. اه بمدلو ايدي موديش يسلم علي. والله. قدام احد كابتن ابراهيم قال لي خالص سامحنا غلطان. انا بتقسيف لك. انا حبيه بس موضوع يخلص كده واكبر الكابتن جمالة شو ما يبقى انت برضو لكن تبقى لك قديل الوقت يبقى لك عشرة يام خالص تفضل لك خمس يام. تيجي تنزل تمنى يا كوالا من جميع الكلام احد خالص. كابرال ما كانش بيحبك. خالص. وقال لك كده. لا مش بقال لي هو اتعامله معايا واسلوبه ما كانش بيلعبني وكان ما معرفش ليه. حتى جلنا برضو. ما كانت كان اخذ مني موقف. وحصل بيني وبيني موقف وطردش كده. مم. كان في مطش. انا عدت زي متخل سنتين تانية كنت ملعب متقطع. مم. فكان في حد مقوف اه وراحين لعب اسوان. مم. والسكولت حط يعني هو على الورقة فيها التمنتاشر المسافرين. مم. او الستاشر كتاعتها مش باكة كل نجام. مم. بس الليت في الملعب اه بيعمل تاكتب كده فاللهي لعب بحليم وحسن مساعمة. مم. وحسن مساعمة طبعا اخويا. ناشي بس ناشي. اه. فانا بديت زعيلة. مم. فامسكت الكرة راح كده وشيطها. مم. راح دخل جيري وراح شطب على اسمي. وشني من الناس اللي مسافرين. ياه. اه. كنا احنا هنلاعب اسوان. وبعا كده عندنا ماتش في اه في حتة في دول افريكية. مم. حين نلاعب دول افريكية. مم. وكان يكاب تاع ما دفعت ندري الكرة. مم. بس ما كانتش موجود في اليوم ده. مم. فليتو دخل شني من المعسكر شطب على اسمي ما سافرتش بقى. مم. فلاقيت مع كده راحوا اسوان ورجعوا. احنا هنرجع من اسوان عطوله عالطيارة مسافرين. ليتو بيكلموني هات لبسك وتعالى. فيه. ليتو وليب بادي بيكلم. قال لي كابت ناحمد رفع الجيبة للدنيا ما لك مش موجود. مم. قال له سامح هيسافر. قال لي سامح سامح هيسافر انا هيسافر. مم. فدي من موقف اللي ما زاش في كابتن حمد رفع بساقوف انا سافرت. بس طمع راح لليك ما لعبنيش بقى. الاهلي فوضك في اي مرحلة في حياتك? قبل ما راح ندي الزمالك. كان فيه كلام بس برضو عشان برضو بقاش انا ما كانش الرسم. كلام مش جدي اه. اه. انا واحد قابلت قعدنا مع كابتن حسان بدري وقعدت مع امتن دياء السايد كلمته في التليفون. كان مكالمة بينهم كابتن دياء. وكان قابلت كابتن حسان بدري كده قدام ندي الاهلي. بس كلام ما دخلش في محاولة رسمية. ما بيش عروض ومش حاجة. رسمية. اكتر مدرب ما حبيتش التعامل معي في مشوارك كله كان كبرال ولا حد تاني? لا في كتير. مين? يعني اه اه مستوى الاجانب. امم مصريين كبرال. كجودة. اه 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 التلاتة اللي انت اللي هي الفترة الصعبة بتاعة الزمال. ماشي. المصريين? لا المصريين بصراحة اه اه كل مدابين مصريين مرانوني. كانوا تمام. وحبهم وكانوا بيعزوني جدا. ومقتنعين بيقوى. كان فيه لعيب اه سواء في الزمالك او في المقاولين او في الاتحاد ما كانش بيحبك فكان بيبان في الملعب? لا ما ما حستهاش يعني ما ما حستش ان فيه لعيب ما بيحبنيش بصراحة يعني اه لا ما اقدرش اقول كده عشان برضو ما تجناش على حد لكن اه لا ما حسته. احسن مهاجم في مصر دلوقتي مين? حاليا? مم. يعني لو انت بتحط تشكيل منتخب مصر هتحط مين رواصل حرب? شفا محمد. طب وفي المحليين? في المحليين? مش شايف حد. خالص? خالص. لان الدور محلي معظمهم البسطة على الواجهة. كله بيضاب وبيتجي الافارقة. مين? حتى اللي عندنا في النادل الاهلي اللي هو موجود اصلي في مصر في النادل الاهلي محمد شريف وبتاع. اه جمهورنا الاهلي زي علمان منه اصلي. مم. وكلنا شفنا يعني مستوى يعني كان مستوى يعني كان مستوى زعالين محمد شريف. مم. وزعالين من من حصاب حاصل نجي نزمة. لان الاهلي برضو مش يملعبش. ونفس الكلام اه شهادي حسين. اه. طب مين احسن مهاجم في تاريخ مصر? احسن رقم تسعة. طب ديني واحد رقم تسعة. اول واحد بالتفتيت. طب اول اتنين تلات. عندنا كابتن جارا حميد. مصام حسن. عب حالي معالي. اه محمد صاحب جريشة. انا كنت لعيبة. انت لعبت في الزمالك وفي الاتحاد وفي المقولين. وفي المقولين. الالوان بتفرق مع الحكام. طبعا. طبعا. جامد جدا. يعني لو زمالك واهلي غير خالص اللاخدر بقى واللازرق واللاصفر والحاجات دي. طبعا جامد جدا وهترتبهم والله معشان انا الزمالك الاهلي الاهلي ما واحد. الاهلي بيتخاف منه اكتر. طبعا. الحكام بتخاف منه كامد جدا. وبعدين الزمالك. وباقيه الناس كلها زي بعد كله. يعني بص ممكن اقول لك كان ايه زمان سبعين اهلي وتتاتين زمالك. مم. دلوقتي مع المستشار المطالر شوية عشان برضو بيدوسوا وبيضغطوا الحكام ممكن ستين اربعين. والله. اه. وبيت الفرق محدش بيخف منك. بيجوا على الاندية كلها. الفرق الغلابة. اهم حاجة مصطحة الاهلي وبعد كده الزمالك. يا. وفتحت الكورة وكله. وفق على مساقطع الناشئين. وعلى مساقطع المناطي. اول اول اهلي. اهلي بعدين الزمالك. وبعدين بقيت الناس كلها. وبعد كده بقيت الناس كلها غلابة بقى. اه. اوكي.